موسيقى بات يعرف بالجيش الوطني أحكم السيطرة على أهم المرتفعات يعني منها القتب والمطلع على وادي محلي وقرى محلي ويكاد يقطع الطريق الموصلة بين صنعاء أرحب مأرب وإذا ما تسنى له اليوم وأنا يبدو لي أنه على وشك يعني فستكون كل مواقع نهم بما فيها من جيوب انقلابية في منطقة داخلية بالنسبة للجيش الوطني والقوات المسلحة كما وردت لنا التعليمات بالنسبة للتصم يعني المسألة هنا ماشي مسألة سلاح يعني لا شك أن إمكانيات الإنقلابيين هي إمكانيات دولة سابقة يعني استولوا عليها وستطوا على مخازنها وعلى مؤسستها لكن الفيصل هنا للروح المعنوية مقاتلوا الدولة الشرعية القوات المسلحة الوطنية يقاتل أفرادها بمعنوية عالية غير مسبوقة استعداد قتالي غير مسبوق استعداد للتضحية والفداء أيضا غير مسبوق وعي بالهدف الذي يقاتلوا من أجله يعني راقي جدا تكامل بين المحاور القتال يعني من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أيضا لم تكن متوقعة الحقيقة يعني أن المقاتلين في الجبهة نهم وفي الجبهة الأخرى أثبتوا أنهم عند مستوى المسؤولية الوطنية وأنهم فعلا يؤمنون بما يعني يدافعون عما يؤمنوا به بقوة وأنهم فعلا يؤمنوا بأن الشرعية هي الحل وأن التعيش هو الحل وأن استعداد الدولة هو الحل لذلك نجدهم يحقون بطولات غير عادية يعني أحد قطاعات القتال دخلوا إلى المعركة بإمكانيات يعني لا تكاد تذكر يعني فلم يجدوا أمامهم إلا مجموعة من المذعورين تمكنوا من الاستيلاء على أسلحتهم والسيطرة على المواقع الإنقلابيون وأفرادهم في الجبهات يعانون شظف أو فقر في التعامل الإنساني من قبل قياداتهم وفي نفس الوقت يعني ثبت لهم بما لا يدع مجل الشك أن ليس لديهم قضية وطنية ولا إنسانية ولا مجتمعية لذلك هم ينهزمون والجيش الوطني ينتصر وإن شاء الله عما قريب يتم استعادة الدولة وعما قريب تكون القوات المسلحة الوطنية والدولة الشرعية في أعلى جبل نقيل بن غيلا بإذن الله أرحب بكم أجمل ترحيب كناة يمن الشباب وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة ويسعدنا كثيرا أن نتحدث إليكم بما يدور في المرحلة الراهنة من خطوات عملية على الميدان خصوصا في جبهة نهم المباركة إن شاء الله بالتالي عند الحديث عن جبهة نهم الحديث عنها يطول كثيرا لكنني سأحاول الإختصار قدر المستضاع جبهتنا على ذات أهميتها الجغرافية والطموغرافية والعسكرية كذلك إذا أنها توعدت من أهم البوابات المؤتية إلى العاصمة صنعاء وهي البوابة الشرقية من هذا المنضلق علي عبدالله صالح رمى بكل ثقله كذلك الحوثي رموا بكل ثقلهم للتفع بالمقرر بهم إلى هذه الجبهة بغرض من اعتقدتم الجيش الوطني باتجاه العاصمة صنعاء وهذه أماني خائبة لا يمكن للمخلوع ولا يمكن للحوثي ومن تحالف معهم أن يحققوا أمانيهم عند إصرار المقاتلين الأشتاء في هذه الجبهة وفي غيرها من الجبهات ونحن حينما نرى أبطال القوات المسلحة هكذا يحلو لي أن أسمي أبطال القوات المسلحة إذ أنه لم تعد هناك ما تستوجب أن نسميه بالجيش الوطني فهي القوات المسلحة اليمنية التي هي اليوم تدافع وتذود عن التراب اليمني وتبدل الغالي والنفيس من أجل نيل الحرية والاستقلال واستعادة كرامة كل يمني هذه الجبهة باعتقادي بما تكتسب من أهمية جغرافية تم الإعداد لها إعداداً عسكرياً جيداً تحت برعاية الأخ القائد على القوات المسلحة فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير الرقم أبتالي منصر هادي ونائبها الفريق الرقم علي محسن صالح وبإعداد واهتمام يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للمناضر الجسور اللواء الرقم محمد علي المقدشي هذا الرجل الذي يصعب الحديث في هذا المقام يعني عن وصفه وعن الجهود التي يبدلها بدلها ويبدلها في مسارات متعددة بدءاً باللبنات الأولى في بناء الجيش في إعادة بناء الجيش وهيكلته طبعاً لا نقول في بناء الجيش لأن الجيش اليمني موجود موجود وإن حصلت اختلالات من هذا المنضلق نوجه التعوى دعوة المحبة الصادقة لزملائنا في القوات المسلحة والأمن أن يستفيقوا لوعيهم وكفى كفى التغرير بهم كفى المتاجرة بدمائهم نحن إخوتهم نحن زملائهم نحن في الميادين نذود عن هذا الوطن نحن نعمل من أجلهم من أجل أبنائهم من أجل مستقبل أبنائنا بالتالي لا يمكن ولا يمكن أن نفرد قيد أنملة يعني بمكتسبات هذا الشعب وأهمها مكتسبة ثورة 26 سبتمبر الخالدة الذي يحاول الحوثيون الإنقضاض عليها تحت شعارات وهمية وزعيفة لا أساس لها من الصحة ترجمة نانسي قنقر